استحوذت الحادثة المؤلمة لتدافع الحجاج أول أيام الأضحى المباركة على اهتمام الصحف البريطانية كما أشهد أبناء الجالية المسلمة في لندن بتعامل الحكيم للمملكة في هذه المأساة دعا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين إلى مراجعة شاملة لإجراءات الحجاج بعد التدافع المميت والذي تسببه عدم التزام بعض الحجاج بالتعليمات الرسمية والذي أدى إلى مقتل سبعمائة وسبعة عشر حجا وجرح أكثر من ثمانمائة حجا في منطقة ميناء بالقرب من مدينة مكة المكرمة الحقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه دائما نعيش في أمن وعمان والله بصراحة الحادث كانت تساوي على جميع المسلمين مرسوبة على الشعب السعودي ونقول لهم الله يرحمهم إن شاء الله يتغمدهم برحمته وأثار هذا الحادث والذي يعتبر أسوأ حادث يقع في الحج منذ خمسة وعشرين عاما مشاعر حزن وألم بالغين عند أبناء الجالية المسلمة عامة والعربية خاصة في المملكة المتحدة في البداية نعزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العيز وسمو ولي عهد الأمين في شهداء الحج ونعزي الأمة العربية والأمة الإسلامية بما حدث نعزي الأمم الإسلامية والأمم العربية كلها تخاصة بشهداء والله يتقبلوا من الشهداء إن شاء الله يا رب أحب أعزي ذوي الشهداء في وفاتهم الأمس وإن شاء الله أنهم مقبولين في الشهادة وحظي تدافع الحجاج المميت هذا على اهتمام الصحف البريطانية عمة والتي تناولت هذا الخبر المؤلم تحت عنوين مختلفة منها تدافع الحجاج عند أداء فريدة الحج يقتل على الأقل 700 حج ومقتل على الأقل 717 حج عند أداء مناسك الحج قرب مكة المكرمة والله هذا شيء وارد يعني لأنه العداد بالملايين ويعني الله يعيني المملكة العربية السعودية على تحمل هالعدد الكبير من الحجاج وهذا شيء يعني وارد يعني أنه التدافع والإزدحام وطبعا نحن بنفس الوقت نشكر الملك سلمان اللي هو بنفس الوقت يعني عز جميع اللي توفوا بالحادث المصاب حادثة تدافع الحجاج الأليمة هذه والتعامل الحكيم للمملكة العربية السعودية مع هذه المأساة حازت على اهتمام الصحف البريطانية والجالية المسلمة في لندن لطالما كانت خدمة ضيوف الرحمن شرفا تعتز به المملكة العربية السعودية دوما دانيا رشيد الإخبارية لندن اشتركوا في القناة